موسيقى 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 نصلى فقرة معي رايتس مع المحامة الأستاذ الياس غريب أهلا وسهلا فيك أستاذ أول شيء نحن اليوم بدنا نقلكون إن شاء الله بدوامها الهمة اليوم النهار العالمي للمحامة صحيح فلفت حلوة عن جد لهالأشخاص اللي بيتموا بالعدالة كل الوقت أحد أجنحة العدالة فرسان العدالة هن المحامين نتملاله النهار سعيد وإن شاء الله يقدروا يقدروا مهمة العدالة بلبنان بالعالم اللي هو أصحب مكان للأسف اليوم الوضع منه كتير عزوقنا بس إن شاء الله نتأمل عطول خير ما فينا نحن ببلد مثل لبنان إلا ما نتأمل عطول بالخير ونحن نؤمن أن رسالة المحامات هي ستؤدي بالنهاية المهمة المطلوبة منها إن شاء الله إن شاء الله اليوم رح نحكي عن حماية المستهلك والسوداء اليوم الناس كلهم يمكن حسين أنه في غياب تام للعدالة في غياب تام للأنون للمحاسبة للمرائبة أيضا بدنا نحكي عن دور مصلحة حماية المستهلك عن هالأشياء المتفلطة اليوم اللي عم بتصير بلبنان أستاذ بدنا نحكي شوي ونبلش نحكي بالأحرى عن حماية المستهلك شو يعني حماية المستهلك مين بيتكفل بهذا الموضوع مين مسؤول أول شي خلينا نحدد اليوم من هو المستهلك المستهلك هو جمالا المواطن كل شخص ينزل على السوق يطلب يشتري خدمة أو سلعة إن شاء الله تكون هذه السلعة محلية أو مستوردة من الخارج اليوم أنشئت عدة قوانين وإخيرها بالألفين وخمسة لحماية هالمستهلك خصوصا حماية حقه ياخد برودوي يكون منو ديفكتو يكون برودوي سليم قابل الاستعمال وهالبرودوي يكون بسعر مقبول من شان هيك نجعل عدة معايير هيد المعايير ضبطت شوي السلع والخدمات وأرسط بعض القواعد العالمية والمحلية باستعمال هذه البرودويات مثلا المستهلك له حق يكون مطلع على جميع المعلومات المتعلقة بالسلعة أو بالخدمة اللي بدون يشتريها نحكي على سبيل المثال للحصر تاريخ الصنع إذا كانت عندها وهي شغلة كتير مهمة واليوم عم نعيش كتير مشاكل تتعلق بانتهاء صلاحية المنتجات ثلاثة الإعلان العلام أن يكون صادق مش كاذب بهدف جلب المستهلك لشراء جذب المستهلك بالأحرى لشراء المنتج وأنشئت بموجب الأوانين المتعاقبة مصلحة حماية المستهلك مصلحة حماية المستهلك اليوم مثل ما نشوف دورة لازم يكون كتير مهم بالسوق إنما عطول فيه زريعة أنه الأعداد أعداد المفتشين غير كافية والمناطق بعيدة وما عم بيقدروا يضبطوا جغرافيا مساحة الوطن كلها سوا أنا أعتقد اليوم أنه عندها دور عندها أنون يحميها عندها أكيد دوابط عندها دوابط أكيد هي بتستعملون فيها اليوم تنزل تختم بالشامعة الأحمر أي مؤسسة مخالفة فيها تعمل سيزي على كل المنتجات التي غير صالحة على الاستهلاك مثل آخر شيء اللي صار بتجاج الفاسد صحيح بس اليوم الموضوع صار أكبر من هيك يمكن خلقت هالفكرة هاي من لحمية المستهلك ببرودكت صحة ببرودكت سليم مثل ما تفضلت وذكرت بس اليوم كمان في شق السوق السوداء بيها الأزمة الاقتصادية الكتير كبيرة ويلي منها مفهومة للحقيقة عند المواطن اللبناني اليوم السوق السوداء صارت متشعبة يعني بين الشكات بين سعر صرف الدولار بين الناس يلي عم تشتري باللبناني عم تبيع بالدولار وإلى ما هنالك هل اليوم هالموضوع هيدا هو تحت رعاية كمان مصحة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد وزارة العدل يعني مين المسؤول عن هالموضوع مين بده يحمل اليوم الناس والمشكلة الأكبر استاذ أنه بيصير هيدا الموضوع طبيعي جدا يعني بيتأقلموا معه الناس وبيصير أو الخارج عن القانون هو ممشى قانون لحاله هلأ خلينا نكون شوي نحصر نحصر النقاط الحديث تبعنا نعم اليوم السوق السوداء هي فنومان مش طبيعي لأنه نحن نعيش بظروف استثنائية منا طبيعية صحيح اليوم رح نعطي سعر سعر الصرف مثلا من يحدد سعر الصرف يحدده جمالا مصرف لبنان ومصرف لبنان كان عم يتدخل بالسابق لضبط سعر الصرف يظلوا كونستان حوالى 1500 وسبعة ونص اليوم مع تراجع الاحتياطات النقدية بمصرف لبنان بالعملات الأجنبية مصرف لبنان بطل قادر يضخ دولارات لدى المصارف والتدخل في السوق مثل ما كان يتدخل من قبل لحماية استقرار الليرة versus الدولار اليوم اللي كان اللي عم بيصير هو عرض وطلب العرض والطلب اليوم يتطلب بوجود كمية دولارات مقبيلة كمية ليرة طيضلوا سعر الصرف سابت مين عم بيلعب بالسوق السوداء يعني هيدا مش شغلتنا نحنا نقعد نحدد مين إنما شغلت الدولة مين يعني يعني اليوم مثلا أنون العقوبات بنص بصراحة على زعزعة عدم زعزعة السئة بالنقد الوطني لأن النقد الوطني هو من ضمن سيادة الدولة الليرة اللبنانية اليوم بحسب أنون النقد والتسليف عندها قوة إبرائية إذا كان الدين مثلا بعملة أجنبية لحد هلأ قدر حاكم مصري في لبنان يمكن ببعض التعاميم أنه يلجم شوي السوق السوداء إنما هذه قصة تعرض وطلب دونك ما فينا نتدخل ما في حدا يتدخل بقى مين مين مسؤول أي جهة من الدولة حماية المستهلك أو يزارة الاقتصاد أو يزارة المال أو مين حماية المستهلك لا تتعاطى بالشؤون النقدية كل واحد يكبه على التالي حماية المستهلك تتعاطى بالسلع وبالخدمات السوق السوداء اليوم مثلا نحن شفنا أنه أنشئ لدى جهاز الأمن العام خط ساخن كمانا يطلب من المواطنين أنه أي شخص مثلا يضارب على الليرة كما يقال أنه يقدر يتصل ويبلغ عن هذا مشكورين بس شوف مدى فعالية هذا الموضوع لا نعرف وشفنا أوقات توقفات لبعض الصرفين صارت رجعوا ظهروا بكفلت هلأ شو صار بالتحقيقات معهم لا نعرف إنما اليوم الوضع كتير بسيط بالنسبة لنا لكي يصار إلى استقرار في سعر الصرف يجب على المصارف أن تعيد العمل الطبيعي إلى يعني اليوم السيركوين نقدر طالما المصارف لا تسلم الموضعين أموالها بالدولار الموضع يريد للسوق السوداء وخصوصا التاجر اليوم التاجر يستورد من الخارج يريد دولار فرش مزبوض نحكي اليوم بمصطلحات ما كنا نسمع فيها قبل كابيتل كونترول دولار فرش سوق سوداء كارتلات تنوصل إذا بدك على مسألة الاحتكار الاحتكار وبعدنا هالتسلية بسعر صرف الدولار يعني اليوم ننزل على السوق نفس القطعة ونفس السلعة بتلاقيها هون يبيع على سعر 3900 هون يبيع على سعر 5000 استلاف أنه يعملنا خدمة ومحل تالت يمكن يبيع على سعر صرف اليوم خدمات الأطباء استاذ يعني خدمات كل شي يعني كل الخدمات إن كان مدارس خاصة أي مصلحة خاصة أو أي مهنة حرة اليوم حرة بالتسعير على زوء قبل ما تجاوب نحب أخذ اتصال ومداخلة من المشاهدين راح الاتصال لكن عم نتلقى اتصالاتكم على 0464 لمداخلاتكم أو حتى هيك يمكن أحداث صايرة معكم حاليا هل تسعيرات هون هني أصلا يعني فيه قلون قانون أو كل شخص يحق له يسعر مثل ما بده يعني اليوم كنا نشوف البيسكويت هلأ بيفرق إنه 500 ليرة بيفرق 200 ليرة بس اليوم عم نشوف أشياء غريبة عجيبة يعني سترانيا بس نحن تنأكد على شغلة اليوم للأسف اقتصادنا من زمان هو اقتصاد من دولر أكيد حر رأسمالي حر طبيعي إنما البريتات تبع الليرة كانت عطول مقابل الدولار من شن هيك اليوم الدولار بعده دولار إنما الليرة يلي منى بخير من شن هيك في عدة عوامل لازم تنعمل وهي عوامل حكومية أول شيء إعادة السقة إعادة السقة للناس بالسكتور بانكير بالقطاع المصرفي اليوم الدورة الاقتصادية لا تمر عبر المصارف من شن هيك يجب على أول حكومة تتشكل تكون أول شيء مستقلة تاني شيء تقدر تعمل إصلاحات وهيذي الإصلاحات من ضمن ضبط التفلط بالسوق مثلا اليوم فيه قانون كتير مهم ما مرأ بعد يلي هو قانون سلامة الغزاء معقول نحن كل شهرين ثلاثة بنسمع بفضيحة ومعنا أي رادع خصوصا بغذاء المواطن فيما يتعلق بالأكل وبالشرب ما فيه العالم بتخاف صارت اليوم تشتري برودويل لأنه بتخاف ما يكون فاسد أو ما يكون مغيرين له بالإكسفاير خصوصا للمنتجات المحلية بيضل فيه ساعتها ردع قوة ردعية بالأنونية لحماية المستهلك من البرودويات اللي عم بيشتريها نعم عندنا شغلة تانية كمانا شغلة تانية كتير مهمة فيه اليوم أنون منع الاحتكار اليوم الاحتكار عم بيودة إلى عدم موجود منافسة جدية بالسوق بين برودوي وبرودوي تنقطع بينقطع حال البرودوي حال الدواء شخص أو عدة أشخاص أو ما يعرف بالكرتال اليوم هذا كمان مصطلح جديد عم نسمعه هيدول عم بيجوا يحتكروا سلعة أو خدمة رح أعطيك مثل كتير صغير ليش نحنا اليوم عنا بس شركتين خلياوي ليس بيكون عنا أربع شركات خلياوي بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و بتنافسوا هالشركات تقدموا خدمة أفضل وأسعار أفضل للمواطنين وبتكون بالتالي الرقابة الحكومية أو الرسمية على هالمنافسة أفضل بينما اليوم بالاحتكار ما في رقابة أجهزة الرقابة بتكون منها لوحدة ضعيفة قبل ما أحكي عن دور المواطن كمانا اليوم كيف بيقدر هو ياخد حقه بالأنون عم نقول خلينا أخذ التسال ألو صباح النور تفضلي يا أهلا فيك أنا سؤالي وشي اللي بدي أقوله واضح وصريح نعم قصة الدعم اللي عم بيحكوا عنا هايدي كذب كبير بكل فراحة بقليك ديها نعم لأنه السلعة اللي عم بيقوله نروح على السوبر ماركت مكتوب عليها على الراس مثلا اشياء مضعومي روح أول نهار أوكي شوف سارة برجع تاني نهار مغير سارة وين الدعم نعم وين الدعم عم بيكون عم نحكي عن شو تحديدا صار معك حادثة معينة أي شي يعني أكترية الأشياء اللي منستهلكة يوميا اللي بيقولوا إنها مضعومة ما عم بتكون هيك ما عم نلمس دمس مضبوط إنها مضعومة نعم شكرا لأتصالك شكرا لأتصالك رح منحكي شوي كمان نحنا شو فينا نعمل بهك حالة استيزي اللي عم بتقوله السيدة مية بالمية واقعي هلأ اليوم للأسف مصر في لبنان دولاراته كما يصرح صارت شحيحة صارت قليلة جدا يعني اليوم الدعم سيرفع تدريجيا عن معظم مباري حسبانا يعني على الأخبار كمان أنه رح يرفعوا الدعم عن نسبة كبيرة من البرودكس يلي كانوا عم بيدعموها بالسابق ورح يقدموا ليستة بالبرودويات المحصورين للأسف بيقولوا دون المس بالسالة الغذائية طب ما شو هي السالة الغذائية اليوم السالة الغذائية هي تختلف كمانا تختلف كمانا من مواطن إلى مواطن من عائلة بس حتى سيدة يلي عم بتقول أستاذ عم تعطي واقع يعني هي بنفسها لمسي تقوله بسوبر ماركت كان فيه دعم أو كان السعر شي تاني يوم تغير وبعد لا هلأ ما طلع قرار يعني يعني بعضنا ضمن أنه في دعم نحنا منرجع سترانيا لأسألة الضعف بأجهزة الرقابة يعني اليوم مصلحة حماية المستهلك عندها صلاحيات وعندها فعالية بالمرائبة إنما اليوم للأسف الزريعة بعدها هي زيتها نعم أستاذ بهذا دقيقة اللي بقيت لنا إذا بدنا نحكي مع المواطنين شو دورهم اليوم نحنا شو فينا نعمل هالسيدية لوين تروح بتشتكي أنا أعتقد أنه اليوم على المواطن لازم يبلغ كل مخالفة عم بتصير ما يقولوا ما يقولوا إن كانت مصلحة حماية المستهلك إن كان الخط الساخن طبعا لأن العام إن كان التقدم بشكاوة إن كان مراجعة المحاكم أي إجراء اليوم بيقدروا يعملوا ما يقصروا فيه لأنه اليوم بالنهاية هذا حق للمواطن يكون عنده شو بيطلع لهم تعويض تعويضات تختلف بحسب المحكمة هون بنا نرجع نفوت بالانجروناج القضائي الطويل كمانا ويلي بده كتير حكي بده كتير حكي يعني تنوصل لتعويضات مثل ما بيقولوا عادلة للكل إنما بيضل الأمل موجود عطول بتقديم شكوى وهيك بركة بتكون رادع للتاجر أو للصاحب الخدمة مؤدل خدمة يلي عم بيغش المواطن يعني دايما مرجعيتنا هي الأنون طبيعا نحن عطول نحن بالبنان مرجعيتنا الدولة والأنون ودايما يعني فيه أشخاص حابين يشتغلوا بهذا الموضوع واليوم كمان تحية للنقيب من الحمخلف يلي عم بيكون داعم كل حقوق المواطن بس نحن كمان كمواطنين اليوم عنا دور كتير كبير بحماية نفسنا أكيد ما بقى نسكت يعني أكيد كتير مهم إنه نطلع نحكي على التلفزيون بس كمان ما نشغل بهذه الطريقة نحن للأسف ما عنا دولة هي عم بتتبعنا أو هي عم تحمينا واليوم كمان شفنا دور السوشال ميديا كمان أكيد قداش كان داعم بالشكاوى اللي عملوها بعض المواطنين على بعض المنتجات أو على بعض الخدمات وضوت بالمجتمع على بعض النقاط السلبية واللي صارت تحت المجهر اليوم المحمي الأستاذ ليس غريب يعني فيه أمل لما يكون فيه محمين مثل حضرات أتكون شكرا لألك وأهلا وسهلا فيك بريك وامنرشا اشتركوا في القناة